بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حسن مصطفى من قناة الدعوة الإسلامية طبعا حفظنا بقى ها لو مهتم بالقضايا الفكرة المعصرة وموضيع الإيمان والإلحاد فنزل واشتريك في القناة ودس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا بينا بقى نبدأ عشان لو حد عنده مشورة لحاجة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مثال جديد من سلسلة ملحد في غايبوبة قالك ايه بقى؟ بص يا مسلم انا ملحد زي ما انت عارف وطبعا بما اني ملحد فانا مصقف اخر حاجة انت بتقول يا مسلم ان في اله انا سيدي هتنازل معاك وقولك ماشي في اله مش المفروض بقى ان الاله ده يكون اعظم واكمل من المخلوق اه طبعا حلو ازاي انت بقى مسلم بتقولي ان الاله اللي عندك ده ليه صفات زي صفات البشر المخلوقين يعني مثلا مرة تقولي انه ليه ايد وصاق وكمان بيغضب وبيحب وبيكره ازاي ازاي يعني اله بالوصف البشري ده وده بيعني ان الاله من اختراع البشر اللي هم عندهم نفس الصفات دي يعني مفيش اله اصلا ده اختراع كده منكم انتو يا مسلمين شفت شفت كل مرة في حمك بشوبها كده ما بتحرمش انت يعني بصراحة يا ملحوضة الواحد بش هارف يقولك ايه انت راجل مسقف وقاري وفاهم وبتقولي اني مفيش اله وكمان اتنزلت معاني فيه اله لا ده كتير لا حقيق كتير بص احنا هنتناقش في الموضوع ده مع بعض ونشوف كده شبهتك دي صح ولا لا ولا زي الحلقات اللي فاتت هتاخد على عينك وتروح تعال نشوف الموضوع من النواحي المختلفة اولا كده اهل السنة والجماعة من اشد الناس ابتعادا عن التشبيه اللي هو التشبيه الله بالمخلوق في الصفات وبفضل الله عندنا في الاسلام ردود من اهل العلم على كل كلامك ده زي مثلا قول الامام ابن عبدالبر المالكي رحمه الله بيقول اهل السنة مجمعون على الاقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها واما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من اقر بشيء منها فهو مشبه وكذلك كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول في مجموع الفتاوى امرها كما جاءت بلا كيف فانما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة فبالنسبة للمسلمين صفات الله لا تمثل ابدا صفات المخلوق ولو تشبه اللفظ والردود عندنا بفضل الله مش بس من القرآن والسنة بل وردود عقلية ومنطقية جدا اي عائل بيفكر شوية هيفهم يعني مثلا لو الاله مشابه للمخلوق في الصفات طب ما هو كده معناه ان يجوز للمخلوق انه يكون اله ما هي الاوصاف متشابهة بقى يبقى ايه الفرد لكن الانسان بيدرج بشكل بديه ان صفاته مش صفات الهية ايوة يا حسام بس الكلام ده موجود عندك في القرآن اللي هو الغضب والحب والايد والعين والكلام ما هو انا بجيب كلام من نفسي ده كلام من القرآن عندك يا سيدي ايه ده بس شوية وانت هتفهم معايا كل حاجة بص واحدة واحدة كده وتعالى ركز معي اولا لازم تفهم ان بالنسبة للمسلمين ما بياخدوش نص ويسيبوا نص لكن طبعا اللي بيعمل كده هو امثالك بس انا عزرك ما انت هتجيب شوبها منين يا ابني يعني انت لو ما عملتش ده هتجيب شوبها منين المهم نكمل عندنا في القرآن فعلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق وقوله تعالى يد الله فوق ايديهم وقوله تعالى فانك بأعيننا لكن برضو في نفس القرآن ده في قوله تعالى في سورة الشرى الآية رقم 11 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى في سورة الاخلاص الآية 4 ولم يكن له كفوا احد وقوله تعالى في سورة مريم الآية رقم 65 هل تعلم له سمية شفت يا اخي سبحان الله ما انت لو كملت اراية نفس القرآن ده كنت انت الواحدة كده فهمت ومن هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا ان فيه فرق كبير بين تماثل اسماء الصفات وبين تماثل صفات الاسماء وده معناه ان صفات اللي عز وجل لها اسماء معينة الاسماء دي مشابهة لأسماء صفاتنا احنا كبشر لكن تشابه الاسماء ده ما بيعنيش تطابق صفات الاسماء دي وهي دي الفكرة انت لو فكرت بربع جنيه هتفهم والله يعني مثلا الانسان لي رجل والحصان لي رجل الديناسور لي رجل النملة ليها رجل والكانبة كمان ليها رجل والكانبة ليها رجل يعني كل دور اعضاء وليهم اسمه واحد اللي هي كلمة رجل لكن هل رجل النملة زي رجل الانسان زي رجل الحصان زي رجل الديناسور زي رجل الكنبة فهنا تماثلت اسماء الصفات لكن كيفية الصفات هنا مختلفة تماما مفيش وجه مقارنة اصلا طب اذا كنت انت متفق معايا من مبدأ المنطق ده على ان في الفرق ده بين المخلوقات فازاي ما تتفقش بين خالق ومخلوق وكذلك بقى في السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة الانسان مثلا بيسمع ويبصر والله عز وجل بيسمع ويبصر لكن هل قدرة السمع والبصر بين الخالق والمخلوق متسويين؟ لا طبعا عشان كده بنقول تاني في حاجة اسمها المشترك اللفظي بين الصفات يعني ممكن اوصف لعبة ان لونها ازرق وممكن اوصف عربية ان لونها ازرق فالمشترك اللفظي في الصفة هو الازرق وانا وانت فاهمين من جوانا يعني ايه كلمة ازرق بس ده مش معنا ان لون اللعبة متطابق تماما مع لون العربية ممكن يكون ده درجة ازرق وده درجة تانية من الازرق اذا فاسماء الصفات مشترك لكن كيفية الصفة مختلفة تماما حتى بين المخلوقات نفسها فما بالك لما نقارن الخالق بالمخلوق لو انت مافهمتش ده لحد الوقت يبقى اعذرني بقى المشكلة فيك انت تاني حاجة اثبات وجود الصفات لله عز وجل ده امر منطقي وعقلاني جدا بل وحتما لازم يكون موجود بل الغير عقلاني هو عدم وجود صفات لله يعني مثلا الكون كله بكل ما فيه ده مخلوق مخلوق يعني حادث حادث يعني ليه بداية يعني فيه وقت ما كانش موجود فيه الكون ده وبعدين اتوجد ده معناه وجود خالق قادر على خلق الكون يبقى ده يستلزم عقليا منطقيا وجود صفة القدرة لله وكذلك صفة الصنع او صفة الخلق فلما اقول لك دلوقتي ان ربنا عز وجل موصوف بالقدرة والانسان كمان موصوف بالقدرة هل ده معناه بقى ان ربنا عز وجل والانسان عندهم نفس القدرة يعني لو انا قلتلك انا عندي موبايل وانت عندك موبايل ده معناه ان انا وانت عندنا نفس الموبايل بنفس الامكانيات بنفس الكايفية بنفس كل حاجة لا طبعا هو الاسم واحد لكن الاختلاف في الامكانيات والكايفية واللون وكل حاجة مختلفة مع ان الاسم للجهزين اسم واحد كذلك الامر بالنسبة لقدرة الله عز وجل وقدرة الانسان في مشترك لفظي بيجمع بين الصفاتين اللي هو اسم واحد لكن كيفية وحقيقة الصفة نفسها مختلفة تماما بين الاتنين وكذلك بقى في بقى الصفات كلها اخر حاجتين بقى هقولهم لك عشان نروح عشان بصراحة جعانه عايزة يكل لو انا قلتلك دلوقتي غمض عينك وتخيل معايا كده الجنة وابدأ اوصفها لها هتقول لي مثلا ايه فيها بحار وانهار وبيوت من دهب وكل حاجة نفس فيها هلاقيها وارض واسعة جدا بس يا عم كفاية كده في ايه حلو او ديه هل ديه الجنة فعلا لا طبعا ده مجرد تخيل لنعيم الجنة تمام انت تخيلت الجنة بالوصف ده مع ان الجنة فيها مال عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني مهما يخطر على بالك استحال اصلا تتخيل حقيقة الجنة ايه ولكن انت قلتلي الوصف ده لان ده اللي عقلك ادراكه في الدنيا من معنى النعيم فتلقائيا كده قلت ان الجنة بنفس الوصف ده يعني تخيل على مقياس ادراك عقلك لواقع معين العقل ادراكه قبل كده عقلك مش مخزن غير اللي شافه هنا في الدنيا فلما تتخيل وصف غيبي للجنة عقلك هيجيب اعلى شيء ادراكه وخزن صورته في الدنيا ويحطه في المكان الغيبي ده يعني من الاخر مش هتعرف تتخيل شيء مش قدامك الا بشيء انت شفته قبل كده هي دي قدرة عقلك المحدودة جدا في اقتار معين ما يقدرش انه هو يتعدى ايوه يا حسام يعني عايز تقولي بعد الرغي ده كله يا امه ده بس شوية مش عارد انت ليه متعصب علي النهاردة بص عاوز اقولك ان المشكلة في طريق تفكيرك انت بتعتقد ان التماثل في اسم الصفة معناه التماثل في كيفية الصفة وده مش صحيح حتى بين المخلوقات ولا يمكن ابدا اننا نتصور كيفية وحقيقة الصفات الالهية لان عقلنا محدود جدا بما يستطيح ادراكه في الدنيا عشان احنا بشر ما نقدرش نتخيل شيء غير اللي عقلنا شافه قبل كده فيمثل به شيء غيبي هو ما شافوش اصله وعشان كده ربنا عز وجل بيقول بكل وضوح ولا يحيطون به علم وطول ما احنا في الدنيا لن نعرف حقيقة كيفية الصفات الموصوف بها الله عز وجل اخر حاجة بقى عشان انت زهقتني انت حاجة من التلاتة يا اما انت مؤمن بدين تاني غير الاسلام وهنا اقولك ان الاولى الاعتراض على دينك اولا لان مفيش ولا دين وصف الله عز وجل بصفاته ونزه الله عز وجل عن كل صفات النقص الا دين الاسلام فقبل ما تعترض على ديني بالله عليك شوف دينك كده وبعدين تعلك كله الحاجة التانية هو انك مؤمن بوجود اله لكن مش مؤمن بدين اللي هو وادربوه بي يعني وهنا اقولك والله انت لو مؤمن بوجود اله للكون فده بيعني ايمانك بان هذا الاله خلق الكون لا تماثل صفات البشر وللأسف يا كابتن المبدأ ما بتجزقش معلش اوعى تتنازل عن مبدأك اه طبق بقى انت نفس القاعدة اللي هي قاعد التماسل للأسماء مع اختلاف الكيفية على بقى الصفات كلها اه ما احنا مش هناخد صفة ونسيب صفة احنا هنلعب ولا ايه يا اما بقى انت الحاجة التالتة وهي انك ملحد وهنا هقول لك يا ابني هو انت اصلا مؤمن بوجود اله او ما انت زهام سهاني ليه من الصبح عم انت يعني انت اصلا بتناقش في صفات اله وانت اصلا مش مؤمن بوجوده فمن كل النواحي ما تحاولش طيب بس برضو فيه سؤال بيختر على بالنا كلنا وهو اني طب ليه ربنا عز وجل وصف نفسه بالصفات دي وذكر لنا الصفات دي مع اننا وامرنا ما هندرق كيفيتها ولا صورتها ده اصلا هيفضل غيب بالنسبة لنا فليه ربنا عز وجل يذكر الصفات دي وهنا اقول لك ان فيه قاعدة مهمة جدا معروفة وهي قوله تعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون ما تسألتش ليه ربنا عمل كذا او ليه ربنا معملش كذا ده مش حقك اصلا هل انت علمك من علم الله لا طب هل انت قدرتك من قدرة الله لا هل حكمتك من حكمة الله لا فعلى اي اساس اصلا تسأل الله عز وجل ليه عمل كذا ممكن نسأل من باب معرفة الحكمة او الاكتهاد في معرفة حكمة الله عز وجل من فعل شيء معين لكن تسأل ربنا ليه عمل كده ده مش حقك اصلا ولا يجوز وهنا نفقا بقى سؤالك إيه هي حكمة ربنا عز وجل من ذكر الصفات دي وهي أصلا غيب ومش هنشوفها وهنا هقول لك معلم إن إجابتك في السؤال مبروك سبت معنا إجابة في نفس السؤال اللي انت سألته كلمة غيب هي الإجابة ببساطة كده واختصار إن هي ذكرت علشان غيب هو هيبقى فين اختبارك لو ربنا عز وجل ما وصفش أي غيب يعني مثلا لو قلنا إن اللي مذكور في القرآن كله انت شايف ومش غيبة عنك يبقى فين انت اختبارك في تصديق كلام الله من عدمه ما انت شايف كل اللي بيتقال أصلا فانت هتصدق أو هتكذب منين لكن لما يذكر شيء انت مش شايفه هنا يبقى النتيجة الإختبار انت هتصدق ده مع إنك مش شايفه بس عشان ربنا قال عليه إنه موجود ولا لأ ولذلك الإيمان بالغيب هو ده مقياس الإيمان عندنا في الإسلام وعشان كده ربنا عز وجل بيقول عن صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى ذلك الكتاب لا رأيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وطبعا مش بس كده إحنا بنستفاد كتير جدا 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 لما نعرف الصفات الإلهية دي يعني مثلا إحنا بفترتنا البشرية فاهمين يعني إيه حب ورحمة وغضب وهكذا فلما تعرف إن ربنا عز وجل بيغضب لما أنت تعمل حاجة حرام أكيد أنت فاهم هنا إن لما ربنا يغضب منك دي حاجة وحشة جدا ولما تعرف إن ربنا بيحبك لما تعمل طاعات أو حاجات كويسة وخير أكيد أنت فاهم إن لما ربنا يحبك دي حاجة حلوة لك أما الصفات الخبرية اللي هي زي الوجه واليد وغيرهم فدي حاجات غيبية بنؤمن بيها زي ما قلنا قبل كده وبنقول مدام الصفة دي مذكورة في الوحي في القرآن أو السنة النبوية الشريفة يبقى أكيد لازم نؤمن بيها لإن أكيد ربنا أعلم بما يصف به نفسه ونؤمن به مع إنه غيب لإننا نصد الكلام اللي عز وجل وما جاء بي الرسول صلى الله عليه وسلم بس يا سيدي يلا انزل بقى واشترك في القناة ودوس على اللايك لو عجبك الفيديو بقى دوس على اللايك والله بحب اللايك دوس على اللايك بعد إزمك هتعمل كده بس واستناني في الحلقة الجاية من سلسلة مرحد في غيبوبة السلام عليكم